صباحكم سعيد مجددا عزائنا المشاهدين دائما بهذه الإطلالة المتجددة عبر شاشة الوطن الأولى شاشة التلفزيون الأردني وتتجه الآن البوصلة بهذه الفقرة لأبنائنا الطلبة بالمرحلة الأساسية وصولا إلى المرحلة الثانوية وكما أشرنا إليها في بداية حلقتنا لليوم والسعراض الفقرات هل نحن بحاجة إلى خطاب إعلامي وازن حقيقة له علاقة بالوعي الوطني لأبنائنا الطلبة منذ الفترة والمرحلة الأساسية وصولا إلى المرحلة الثانوية يوم بعد ذلك قد يكون خطاب متقدم قد تكون هناك أسئلة عديدة برسم الإجابة نطرحها بهذه الدقاق المتاحة لنا من خلال الخصائية التربوية المتخصصة الأستاذة بشرة عربيات حاضرة معنا للحديث عن هذه الرسالة الإعلامية والمتعلقة بأبنائنا الطلبة أستاذة بشرة أسعد الله صباح تقول الخير صباح الخير وصباح الوطن الأغلى والأعلى وأشكر تلفزيون الأردني على هذه الاستضافة نشكر قدومك بهذه الصباحات الطيبة لنذهب بشكل مباشر إلى فحوى الموضوع وبعمق حقيقة نحن بأمس الحاجة الآن إلى خطاب وازن إعلامي يوجه لأبنائنا الطلبة في ظل المتغيرات حقيقة والتحديات التي تحيط بنا كيف يكون شكل هذا الخطاب الإعلامي الموجه لأبنائنا الطلبة نعم هو لا شك أن أبنائنا الطلبة يتعرضون لكثير من الخطابات الإعلامية وسواء كانت إيجابية أو سلبية دورنا في التربية أنه نهيئ الطلاب لهذه الخطابات بحيث أنه الطالب يتعلم ويتربى كيف يتعامل مع المحتوى الإعلامي سواء كان هذا المحتوى له آثار إيجابية أو آثار سلبية بحيث أن ننمي الوعي الوطني لدى الطلبة في طريقة الانتقاء والإدراك للمحتوى الإعلامي وأن يكون الطالب أكثر وعياً بمسؤوليته بانتقاء هذه المحتويات وأن لا ينبهر الطالب بالتطور التكنولوجي والكم الهائل من المعلومات التي تصله كلهم يعرف أنه أبناءنا الطلبة على الأقل عندهم موبايل والموبايل مشبوك على الإنترنت والإنترنت فيه كثير من الرسائل الإعلامية فمش إحنا بس اللي بنخاطبهم هو لا شك أنه فيه دور للمؤسسات الإعلامية أنا برأيي يجب أن يكون هناك مشاركة ما بين مؤسسات الإعلامية والمؤسسات التربوية في توجيه هذا الخطاب لأبناءنا الطلبة جميل أستاذة بشرة في ظل ما تفضلت به الآن طلابنا وطالباتنا بالمراحل التي تحدثنا عنها أمام فضاءات عديدة إعلامية متاحة في ظل الثورة المعرفية والشبكة العنكبوتية من خلال دراساتك البحثية وأنت متخصصة بهذا أشان تحديداً لرفع وزيادة الوعي الوطني لأبناءنا الطلبة هل هناك مؤشر بياني أو قياسي بشكل أو بآخر من خلال متابعاتك من خلال أبحاثك ودراساتك هل نحن بتصاعد بشكل إيجابي أبناءنا الطلبة في حضور عالي وطني لديهم وعي؟ بكل مصداقية وشعارة دائماً نأمل ذلك طبعاً نحن نلاحظ أن البعض لديه كفاءة أو قدرة عالية من الوعي لكن للأسف البعض الآخر لا ممكن يتأثر مش بس أبناءنا الطلبة عم نشوف في ناس حتى على صعيد العمل ويتأثرون يعني هن خلصوا جامعة وكذا ومع ذلك بتأثروا عشان هيك كان فيه دور لأنه نبلش نبحث في ما يسمى بالتربية الإعلامية للطالب وهو على مقاعد الدراسة يعني التربية الإعلامية للطالب وهو على مقاعد الدراسة هاي تعمل على إكساب الطالب مهارات عديدة لحتى يستطيع الطالب أن يتعامل مع وسائل الإعلان المختلفة وأن يكون هناك توجيه أيضاً للأسر للاستفادة من وسائل الإعلان المختلفة وأن يكون هناك للطالب اختيار واعي للوسيلة الإعلامية ولا الرسالة الإعلامية اللي ممكن أن يتعامل معها لذلك أنا بقول أنه في أهمية للتربية الإعلامية تبرز من خلال عدة أمور أهمها أنه تنمية اتجاهات فكرية تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق تكون الضمير لدى الطالب بحيث يكون هناك انضباط في التعامل مع وسائل الإعلام أيضاً التأكيد على أن الطلاب هم الثروة الحقيقية للمجتمع كلنا نعرف أن الإنسان أغلى ما نملك كما قال الحسين الباني رحمه الله فنحن الطلاب هم الثروة الحقيقية للمجتمع وبالتالي علينا أن نعمل على توعية هؤلاء الطلاب لأنه بالآخر فيه ناس بدرسوا هون فيه ناس بدرسوا برا فإحنا بدنا نهيئهم لحتى يكونوا زي ما بقولوا محصنين يا جبل ميهزك ريح يعني مش أي شيء يأثر عليهم جميل من خلال حديثك أستاذ بشرة يبدو أنه إحنا بأمس الحاجة وهناك حاجة ملحة وضرورية لأن يكون هناك تربية إعلامية وطنية حقيقة لا تقل شأنا عن مبحث التربية الوطنية الذي يدرس الآن كمبحث رئيس ومنهاج رئيس لأبنائنا الطلبة مسؤولية من؟ هي مسؤولية مشتركة حقيقة نتحدث الآن عن تشبيك ما بين المؤسسات مؤسسة الإعلامية أيضا بكافة أدروعها ومؤسسة التربية والتعليم كيف يمكن أن يكون هناك مبحث متخصص كيف أن نذهب إلى خطاب يدرس ليس فقط نستقي من خلال الشاشات الصغيرة عبر الهواتف النقال أو شاشات التعليم نعم يجب أن يكون هناك شيء ممنهج وممكن أنه كبداية أنه يكون في تعاون ما بين منهاج التربية الوطنية لأنه في النهاية الهدف هو تنمية الوعي الوطني لدى الطلبة بحيث أنه يكون في وحدة في كتاب التربية الوطنية في منهاج التربية الوطنية وحدة تتخصص بالتربية الإعلامية والتوعية الوطنية لأنه حقيقة التربية الإعلامية هو موضوع جديد جدا وفي الأردن تحديدا هو موضوع لسه ما صار سنة وشوية بلشوا يحكوا فيه إشي اسمه التربية الإعلامية اللي بدي أحكيه أنه الوجود شيء ممنهج ولو بسيط جدا في المنهج يعمل على رفع الوعي الوطني ويساهم في توضيح أسس التربية الإعلامية توضيح أهداف الامية توضيح أهمية التربية الإعلامية وبالتالي توضيح ما معنى الوعي الوطني مع معنى التفكير الناقد للطالب أن الطالب ليس أي شيء يريد يسمعه يريد يأخذه كما هو لا يريد يفكر تفكير منطقي تفكير واعي بحيث أنه يتخذ قرار أنه يستمع أو ينقل الرسالة هاي أو ما ينقلها يحتفظ فيها لكن يمكن الطلاب اللي عم يسمعوني أو المدرسين المعلمين في المدارس ممكن يقولوا إحنا ناقصنا عبق على المنهاج الدراسي ممكن كحل أنه يكون في حصة إرشادية أسبوعية بما يعني التربية الإعلامية والثقافة القانونية والثقافة الإعلامية وكل هاي الثقافات ومساحات الحرية أيضا بزبط لأنه هاي صارت ضرورة في وقتنا اللي المنفتح على التكنولوجيا صحيح أستاذي بشرة بالختام عندما نستمع ونشاهد ونقرأ وتحدث الجميع سواء متخصصين أو ذوات أو سمي ما شئتي بهذا الشأن عندما نتحدث عن خطاب كراهية عدم القبول موضوع زعزعة العقول إن صح القول أو إن صح التفسير فنحن بأمس الحاجة أن يكون هناك خطاب وطني تربوي بشكل مباشر ممنهج يجب أن يتم أسسته حقيقة في تشاركية عالية ما بين مؤسسات الدولة كافة مؤسسات المجتمع المدني أيضا المربي والمعلم له دور محوري ورئيس بأن يكون هناك تعزيز للثقافة الإعلامية الوطنية لا نتحدث فقط حصرا عبر شاشات التلفز إذا كان هناك برامج نوعية متخصصات حاكي هذه الفئة العمرية لا بل نحن بحاجة لخطوات متقدمة خطوات متقدمة نعم صحيح بعمل مؤسسي بهذا الشيء ولذلك هناك أسس يجب أن نهتم فيها في التربية الإعلامية أهمها أنا برأيي تعميق عاطفة الولاء للوطن من خلال التعريف برسالة المدرسة وتوعية الطالب في دوره بنهضة الوطن هذا كيف بده يصير بأنه نعلم الطالب كيف يرتبط بتراث الأمة وحضارتها وتاريخها وإلى آخره أيضا أن يلتزم الطالب بالموضوعية في سرد الحقائق وعدم التحيز لجهة دون الأخرى وبالتالي يلزموا أن يكون في تفاعل واعي مع التطورات الحضارية يعني إحنا ما بدنا دائما نحكي بس الماضي 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 ونتغنى في الماضي لا كمان إحنا بنا نهيئ الطالب للمستقبل أن نبني على مكان أن نبني على مكان والذي أشرت له كثير مهم أنه دور مؤسسات المجتمع المدني أنا رأيي أنه يجب أن تكون هناك مشاركة بين مثلا وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية السياسية لحماية أبنائنا من التطرف والإرهاب وزارة التربية والتعليم ووزارة ومؤسسات الإعلامية وليس فقط وزارة الإعلام لأن المؤسسات الإعلامية لها دور كبير في نشر هذه الثقافة الإعلامية ومن خلال هذه الفضاءات نتمنى أن تكون هذه الرسائل التي مررت من خلالك بهذه الدقاق المتاحة لنا قد آتت أكلها والرسالة واضحة بإذن الله وإذا ذهبنا إلى تطبيق عملي إلى المواطنة والريادة والإبداع أستاذ بشرة نشاهدها من خلال شباب وشبات الوطن بالابتكار والذهاب ليس فقط بخطوات لا بل بأزمان وبإشراف مباشر من قبل جلالة الملك عبدالله تنم حسين حفظه الله ورعاه وسموه ولي العهد الحسين بن عبدالله ولي العهد الأمين حيث كان حاضرا يوم أمس بإطلاق ملتقى فكرتك وهو إحدى وسلسلة هو جزء من سلسلة فعاليات ستقام بجميع محافظات المملكة كان حاضرا أمس حقيقة سمو ولي العهد وقد تحدث عبر صفحة مؤسسة سمو ولي العهد بشكل مباشر أنا كنت سعيد بأن يكون هناك إطلاق لمشاريع تعنى بالابتكار بأبيادة بعلوم الفضاء أيضا بنفس الوقت هذه المواطنة التي نريد من شبابنا وشاباتنا معنا الآن تقرير على غايم الأهمية استعرض هذه المشاريع وأيضا تواجد سمو ولي العهد بهنقر رأس العين هنا بالعاصمة الحبيبة عمان لمشاهدة ولمباركة مشاريع شباب وشابات الوطن التي تتحدث بصوت مرتفع هذه النماذج تتحدث عن نفسها بالريادة بالابتكار بالإبداع من خلال ملتقى فكرتك ومن خلال هذه المادة الفيلمية في أجواء تفاعلية تفتح المجال أمام الشباب الأردني لعرض مشاريعهم الريادية والإبداعية أطلق سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم ملتقى فكرتك الشبابي للابتكار والتكنولوجيا في معرض جالري رأس العين في وسط العاصمة سموه استمع إلى شرح من القائمين على الملتقى الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد ويهدف إلى تبادل الخبرات بين الشباب وتوسيع مداركهم وسقل مهاراتهم من خلال توفير فرصة اللقاء مع أكثر من عشرين شخصية أردنية وعربية وعالمية متخصصة ومؤثرة في قطاعاتهم في أروقة الملتقى طلع سموه على نماذج لورش عمل ينفذها شباب المشاركون في مبادرات مؤسسة ولي العهد وعلى عدد من المبادرات الريادية في مجالات الهندسة التطبيقية والأقمار الصناعية وعلوم الطيران والفضاء والتصنيع الرقمي فعالية رسمية تنظمها مؤسسة ولي العهد لأول مرة في هذا الشكل وهي مفتوحة لجميع الشباب في الأردن هناك هدفين رئيسيين للملتقى الهدف الرئيسي الأول هو عرض المبادرات المختلفة لمؤسسة ولي العهد حتى الشباب يتعرفوا عليها ويتعرفوا على آلية الاستفادة منها الهدف الثاني الرئيسي هو تعزيز قدرات ومهارات الشباب وهاي رح يكون من خلال ورشات عمل مختلفة الحمد لله يعني هذا اليوم الأول وفيه إقبال من الشباب الأردني هلا إحنا نظمنا مع وزارة التربية والتعليم للمدارس الحكومية في إقليم الوسط ورتبنا مع التعليم العالي لتتواصل مع الجامعات وترتب لطلابهم أنهم يزوروا الملتقى وندعو من خلالكم الشباب المشاركة معنا في هذا الملتقى وإن شاء الله المؤسسة تأمل أنها تنظم ملتقى مشابه في إقليم الشمال وإقليم الجنوب 2018 إن شاء الله وإلى جانب مجموعة من الشباب والشابات حضر سموه جلسة عرض فيها أحد الشباب الرياديين كيفية إعادة استخدام الأدوات غير الصالحة وتحويلها لأدوات ذات منفعة وقلنا من هاي الستيت إلى هاي الستيت هلا استعملنا برضو في يو سي ان سي واستعملنا لدهان وطعجنا الحديد صار عليه كثير بروسس طويلة عشان يصير بالأخير على كيف الكلاينت بده ياه وكيف ممكن يتخيله وأوجه سموه رسالة تحفيزية لشباب المستقبل باستخدام إحدى التقنيات التكنولوجية المعروضة في الملطقة وشهد سموه مختلفة فعاليات الملطقة من خلال تقنية التصوير باستخدام الطائر بدون طيار وهي تقنية جرى توفيرها بهدف إهتاحة الفرصة للمشاركين والإطلاع على التقنيات الحديثة في التصوير ويقام في الملطقة الذي يشارك فيه نحو 60 شابا وشابا رياديين ورش عمل مجانية مفتوحة للجميع لتعلم البرمجة وهوات الراديو وبناء الروبوتات والمتحكم من نوع أردوينو وتصميم أطلاق الصاروخ المائي وتعلم بناء شاحن على الطاقة الشمسية ولحام الدوائر الكهربائية ومحاكاة ماكنة تشكيل المعادن إضافة للمحترفين في مجال الطائرة بدون طيار الهدف من هذا الملطقة هو أنه ننقل المعلومات اللي استفدناها من خلال تدريبنا مع المؤسسة للطلاب الورشة اللي رح أعملها هي ورشة الهدف منها هي أنه نعرف الطلاب على كيف يبنوا الروبوتس اللي خاصة فيهم الهدف الأهم من الروبوتس هو أنه يكون يكون عنده ذكاء ويعرف يتعامل مع المحيط الخارج اللي فيه فرح نعلمهم على هاي المجسات اللي بتاخد المدخلات من الخارج وبتحولها لحركات للروبوت بقدر يعمل مهام معينة مثلاً يلتقط إشي معين أو ينفذ أي مهامة ممكن إحنا نخليه ينفذها وكنموذج يعني حبينا نعمل شاحن على الطاقة الشمسية عشان نوصل لناس الفكرة أنه كيف يستخدموا الطاقة الشمسية الشاحن طبعاً الهدف منه أنك أنت تنظم الفولتية تكون مناسبة للتلفون فحبينا من خلال الملطقة فكرتك أنه نوصل هاي الخبرة لأكبر قدر ممكن للناس طبعاً هذا الملطقة عرفنا عنه عن طريق شباب مهتمين في تكنولوجيا طبعاً نقدم لنا كثير فائدة في آخر الإصدارات التكنولوجية أو كيف تتعامل مع التكنولوجيا كيف ممكن تطور مهاراتك في سوق العمل كيف ممكن أن تكون عنصر فاعل في آخر الإصدارات التكنولوجية الملطقة يشتملوا أيضاً على أجنحة مبادرة مسار التابعة لمؤسسة ولي الأهد وبرنامج ناسة تدريبي ومبادرة حقق وجناح لجامعة الحسين التقنية ومختبر التصنيع فاب لاب ومشروع هلو وولد كيدز بشال خرشة التلفزيون الأردني ترجمة نانسي قنقر